الولايات المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 باعتباره جداً وذاً مصداقياً وواقعياً جاء هذا على لسان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في دانت باتيل خلال لقائه الصحفي اليومي باتيل ورداً على سؤال حول المباحثات الهاتفية التي جرت الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره المغربية السيد ناصر بوريطا جدد تأكيد على ثبات الموقف الأمريكي إزاء المقترح المغربي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لا يوجد أي تغيير في موقف الولايات المتحدة بشأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 نواصل اعتباره مخططا جدا وذام صداقية وواقعيا وتم التذكير في مارس الماضي بالثبات الموقف الأمريكي من قبل رئيس الدبلوماسية الأمريكية الذي جدد تأكيد دعم بلاده للمخطط المغربي للحكم الذاتي بغية التوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة وخلال مباحثات أجرها حينئذ في واشنطن مع نظيره المغربي أبرز السيد بلينكين أن الولايات المتحدة تغاصل اعتبار هذا المخطط جدا وذام صداقية وواقعيا وبمناسبة المباحثات الهاتفية التي أجراها الأحد الفائت مع سيد بوريطا ذكر رئيس الدبلوماسية الأمريكية أيضا بدعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفن ديمستورا ومن خلال صوت أرفع المسؤولين في الحكومة الأمريكية بمختلف مؤسساتها تكرس إدارة بايدن تقليدا دأبت عليه واشنطن يؤكد سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة منذ سنة 2007 من أجل التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء هذا الموقف الثابت للولايات المتحدة بغض النظر عن الإدارة المسؤولة عن البيت الأبيض ديمقراطية كانت أم جمهورية حفز الاعتراف التاريخي في عام 2020 من قبل هذه القوة الدولية والعضو المؤثر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسيادة المغرب التامة والكاملة على مجموع ترابها بما في ذلك أقالمه الجنوبية